إذن حب المال لما سيطر الصحابة على حب المال في نفوسهم وجعلوه لله ما أصبحت هناك مشكلة مع أن في ناس بتليد ولما ربنا وسع عليهم طغوا وبغوا وظلموا وتجبروا لأن الفلوس والمال في قلبهم بزارة مش وغدينها وسيلة للوصول بزارة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح مع الرجل الصالح الرجل الصالح خلاص المال مش هيحركوا لا زيادة ولا نار عشان جدا كان سهلا سمحا في بيعه وفي شرائه في ناس بتعتقد أو يعني معظمنا بيعتقد أن الفلوس دي هي مصدر الأمان والجملة أنا بأمن نفسي أنا عايز أجيب كذا عشان أمن نفسي عشان دي ولادي يا ما أبناء الملوك قتلوا آباءهم عشان الملك بيقيت الأبوه عشان أخذ الملك أو أخوه أو أخته أو ابنه أو فكرة أن أنا بأمن نفسي كوسيلة أن أنا بشي الفلوس في البنك بشتري حاجة علشان خطرة بايعها بعد كده بفلوس أكتر دي تسمى إيه؟ ليس أمانا حقيقيا إن الصالح بيعتقد أن المال ده مجرد سبب لأنه ممكن يجي سبب تاني المال موجود وأنا مش عارف أعمل بي حاجة لا أدراكل الطبيب بيقول لي ما تاكلش ما تاكلش ما تاكلش خلاص معايا مش قادر أعمل بيه ما تتحركش خلاص أديني قاعد يبقى أصبح المال خيبة وأصبح حسرة وفلوسي في إيدي ومش أتمتع بيها يبقى إذن هو ليس أمانا الصالح بيتعتقد أنه وسيلة تمام بالزبط طيب نفس الكلام مع البنون البنون بقى ده في ناس ربنا دههم من الكفر عشر أولاد وبنين شهودة ومهدت له تمهيدة ثم يطمع أن أزيد يعني أفرأيت الذي كثر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهبة وانت خدت عهدي من ربنا أني طالع معك فلوسي وستجوز وستجيب معرفش عشر مئة إيه لا طبعا الأمان الحقيقي والصلاح الحقيقي أن يتعلق القلب بالله أن يخاف القلب من الله أن يطمئن القلب بالله لا بالمال ولا بالمال ده أنا عندي أولاد تاكلك كده ده أنا عندي زرية ده أنا عندي عزوة يأكل الظلم لا 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 هذا ليس هو القلب السليم ولا القلب المنيف إلى الله تبارك تعالى ولا القلب اللي فيه حتة لربنا وهي الآية بتقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سبيلا مش يجمع الفلوس مش يقول قول حرام عشان ياخد فلوس أو قول زور عشان ياخد فلوس أو يشهد زور ففلان يتقتل ولا يموت ولا يتسجن ولا يسلب منه أمواله بهذا القول الزور عشان هو يقولك بس بأمن العيال ما حصلش الأمان الحقيقي لنا في الدنيا هو تقوى الله تبارك وتعالى والمال والبنون وسيلة سيدنا عمر بن عبد العزيز ساب عياله مديونين سبحان الله وغيره من الملوك ساب أولاده عندهم يعني مليارات فجاء زمن على حاك النصيحة والقائل بهذه النصيحة فوجد أبناء سيدنا عمر ما كانش عندهم حاجة يتصدق أحدهم بالمائة ألف ووجد أبناء الآخرين اللي كان عندهم المليارات يتكفف الناس في الشارع أمل هشمك هي تقوى الله نعم أحسن يبقى خلينا نقول إن القلب السليم دي أولى الدرجات اللي نحفظ بها على القلب إن احنا نرائب وانتبع تصرفاتنا وعقيدتنا في المال والبنون والنعم اللي بتجمع أقرب فتنتين للعبد هما دول الفلوس والعيال شايف العيال حواليها عزوة هتقولي الوداء عشان نخلص عليه هتقولي غيط فلان هتقولي جموسة فلان هتقولي شاءة فلان هتقولي وفي عزوة حواليه والفلوس ده أنا بأعمل ده أنا أشتريك ده أنت مش عارف ويد فلان إيه وفلان إيه ويقلب الحق باطلا والباطلة حقا فخلي بالك من اللي اتنين دول المال والبنونة دول هي وصلك لسلامة القلب زينة الحياة الزينة مش حقيقة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ثاني مرتبة بقى القلب الخاشعة يعني إيه قلب الخاشعة يعني ألم يأني للذين أمانوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله فمعنى الآية دي إذا خاشع القلب سمع الكلام هذه معنى إيه واحد حضرتك بتكلميه فتلاقيه يعني منصد أو ده يعني مظهر من مظاهر الخشور واحد سمع الآية القرآنية فخشع على سمعها استمع إليها استمتع بيها حطي في دماغه أنا هعمل واحد اتنين ثلاثة ذلك أحد الصالحين يعني بعد ذلك اشتهر بالصلاح كان قبل هذه الآية قبل أن يخشع قلبه لله تبارك وتعالى لم يكن هذا وصفا له رايح يعمل معصية معين فسمع من يقرأ قول الله تعالى ألم يأني للذين مجاش الوقت يعني ما هو كل ده لسه مش عايز تتوب كل ده مش عايز ترجع لربنا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابة زي الناس اللي قبلهم يعني فطال عليهم الأمد وفقست قلوبهم نجع شوف الربط بين الآيتين وبين موضوعه حلقة حضرتك يعني فالراجل ساب المعصية وقال أنا يا رب أنا يا رب خلاص ما حسمع الكلام من دلوقت حنفذ الآية دي من دلوقت فإذا خشع القلب يعني خلاص ترك الرعونات اللي خليها منفوش كده لا ده هو خشع يعني استكان يعني ابتدت الودن تسمع الودن بتاعت القلب مش الودن بتاعت الجسم أيها وخد قرار درجة الاستجابة أسرع من القلب السليم هي دي لأ أنا عايز أقولها بس معرفتش الله يفتح عليك الله يفارك في حررتك والله يا دكتور إبراهيم بعد كده